مستقبل لبنان دي نقطة اللي كنت عايزة تكلم فيها مع حضرتك زي بتقيم الأوضاع دلوقتي في لبنان وهل بعد اغتيال حسن نصر الله من الممكن أن تهدأ الأوضاع قليلا أو أنه يحمي لبنان على الأقل من التواغل البري يعني مسألة التواغل البري دي أنا شايف أن هي مسألة معقدة ويمكن دي تعود للقرار السياسي الخاص بين تنياهو والحكومة المتطرفة لأنه هو حتى هذه اللحظة هو يستطيع أن يحقق أهدافه كان في مرحلة ضوط شديد متعلقة بعدم القدرة على الإفراج على المحتجزين عدم وضوح أهدافه في الحرب في غزة ولكن هو استطاع بشكل أو بآخر نقل المعركة إلى مستويات أخرى في داخل حزب الله محاولة توسيع الصراع بشكل كبير القضاء على القيادات التاريخية والكارزمية بالنسبة لحزب الله في هذه الفترة أنا شايف أن يمكن نتنياهو استطاع أن يحقق بعض النجاحات ويستثمرها داخليا في مواجهة إير لابيد أو بعد أصوات المعارضة التي كانت تحاول الإطاحة به هدأ من روع المجتمع الإسرائيلي وصدر إليه منتصارات خاصة بإغتال إسماعيل هنيسهم الآن حسن نصر الله ويمكن هو حتى يوظف ردة الفعل المجتمع الدولي التي كانت تنظر إلى حزب الله أو حسن نصر الله لأنها ربما جماعة إرهابية وبالتالي حجم ردات الفعل أقل من المتوقع وبالتالي هو يحاول الإستثمار في ذلك أنا عايز أقول أن يمكن منذ بدء الحرب في غزة أنا شايف أن يمكن إسرائيل رأت أن هناك حدود ومربع معين بالنسبة لتحرقات سواء إيران أو حزب الله اللبناني وبالتالي هو استطاع أن يبني استراتيجية للمرحلة الثانية لحاول الاستثمار فيها بعدما رأى أن هناك خطوط معينة لا يمكن تجاوزها. أنا عايز أقول بس في عجلة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب الله بعد هذه الاختبارات الصعبة. هو واجه ذلك في السابق. كان هناك اغتيال لأمين العام الثاني عباس موسوي بشكل كبير. ولكن هو استطاع تجاوز هذه المسألة في اعتقاد أن حزب الله مستمر ولكن الإشكالية بأي آليات وبأي أدوية. بس عباس موسوي ما عادش كتير تقريبا أمين عامل حزب كتسانة تقريبا. بالتأكيد فترة قصيرة. كمان أنا عايز أقول أن يمكن لم يتمتع بالكارزمة أو درجة التأثير على المستوى الخطابي والشعرات الذي كان يتمكن به حسن نصر الله هو أكثر ومن أثر فيه المجتمع اللبناني أو الخطاب اللي ربما العاطفي بشكل كبير. فأنا شايف أن يمكن حزب الله مستمر ولكن بأدوات مختلفة. هناك أشكالية متعلقة بأزمة ثقة ما بين القيادة والفروع وما بين الكوادر المختلفة. حزب الله في رأيي أنه هو هزم قبل الدخول في أي معركة رئيسية منذ عملية البيجر وأجهزة الاتصالات واللاسلكية. فأنا شايف أن يمكن نحن في المنعطف صعب يواجه فيه حزب الله ومستقبل لبنان. لبنان الإشكالية متعلقة بالعلاقة ما بين حزب الله كميليشيا وما بين الجيش اللبناني. هناك دعوات الآن أن يكون هناك عودة للدولة. حزب الله نفسه كان له تأثير سلبي كبير على مسألة تأسيس وتكوين المؤسسات الوطنية في الداخل اللبناني. أعاق انتخابات رئاسة الجمهورية. كان القرار السياسي ليس نابع بشكل وطني. كان تابع لطهران بشكل أو بآخر. وبالتالي نحن إذا هل سيعود حزب الله ويعيد مراجعة أدبياته للعودة إلى الحضن العربي أو ربما الدولة الوطنية أم سيستمر في التابعية لإيران التي بشكل أو بآخر ورطته في هذا السيناريو وهذا الوضع الصعب.